في مسعى وصفه معارضون بالانتهازي والسغلال للوباء العالمي أعلنت ميليشيا الحوثي عن قيامها بالإفراج عن سجناء لديها وفق إعلام الميليشيا فإن أكثر من 2390 تم إطلاق سراحهم خلال الأسابيع الماضية الإفراج تم بحسب إعلان الميليشيا كإجراء احترازيا لمنع تفشي الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لكن يمنيين شككوا في التفاصيل حيث لم تظهر أي دلائل على عملية الإفراج سوى الإعلان عنه إعلاميا ولم يكشف الحوثي عن هوية المفرج عنهم مكتفيا بالقول بأنهم من ثبت عليهم حسن السلوك بالنسبة لناشطين فإن عملية الإفراج مشكوك فيها كونها أتت بعد قصف ميليشيا الحوثي للسجن المركزي بتعز والتسبب بششهاد وإصابة نساء داخل السجن بعد أن قررت السلطات المحلية بالمحافظة الإفراج عنهن بسبب وباء كورونا عملية الإفراج الغامضة فتحت تساؤلات عن مصير آلاف المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بينهم سياسيون وصحفيون في الوقت الذي تستخدم فيه محاكم القضاء المختطفة لديها في تصفية خصومها حيث أصدرت محكمة تابعة للحوثي حكما بالإعدام على أربعة صحفيين وتمديد حبس ستة آخرين مختطفين لديها منذ ست سنوات وهو ما جعل المراقبين يتهمون الميليشيا الحوثية باستثمار وباء كورونا في محاولة تجميل صورتها أمام العالم للتغطية على رفضها المستمر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى كجزء من تفاهمات سكهل ترجمة نانسي قنقر